السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات سأتحدث في هذا الفيديو عن علاجات طبيعية وعن قطر عينية رائعة وعن نوع من الأدوية مفيد جدا وهام وعن أطعمة ومشروبات ومكملات غذائية مفيدة في الربيع وأيضا في الخريف وكما تسمى الحساسية الموسمية عدد كبير من الأشخاص يعانون من جفاف وحكي في العين وإحساس بحرقة ودماع ودموع في العين طبعا الدموع والحكي في العين سببها الجفاف فالجفاف في العين يترافق مع حركة الجفن الطبيعية واحتكاك الجفن من الداخل مع العين وهذا يسبب انزعاج وعدم ارتياح وشعور بوجود رمال في العين وحاجة ملحة لحك وفرق العين فيزداد الإحمرار وهنا تفرز الغدة الدمعية الدموع يستمر ذلك لأيام وأحيانا لأشهر وحساسية العين وأعراضها المزعجة تزداد في أيام البرد وعند وجود رياح شديدة وجافة وأيضا في الربيع أيام تفتح الأزهار ووجود غبار الطلع وأيضا يمكن أن تظهر هذه الآراض في الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لأن هذه الحرارة العالية تسبب فقدان السوائل من الجسم وجفاف العين ومعظم الناس مع نهاية الصيف وبداية الخريف يقللون من شربهم للماء اعتقادا منهم أن أجسامهم في الخريف والشتاء ليست بحاجة كبيرة لشرب الماء والسوائل هي عادة خاطئة جدا لذلك يشعرون بجفاف في الجسم بشكل عام وفي العينين بشكل خاص يجب أن نتذكر دائما أن 70% من الجسم ماء أي ما يعادل ثلثي أجسامنا وأجهزتنا ماء تقريبا الدماغ والقلب والجلد والعين تحتاج بشكل كبير للماء للتخلص من الجفاف والحرقة والحكة وأيضا من الدماغ إن نقص فيتامين A يعاني منه عدد كبير من الأشخاص بسبب عدم تناولهم لطعام صحي غني بفيتامين A مثل الجزر وكبد الخروف وكبد الدجاج هؤلاء الأشخاص يعانون من أعراض حساسية العين ودماع وحكة وجفاف في العين وأيضا عدد كبير منهم يعاني من مشكلات في الشعر ومن مشكلات التهابية في الجلد وبشرة الوجه لذلك في هذه الحالات هام جدا تناول هذه الأطعمة وأحيانا يكون تناول فيتامين A كمكمل غذائي هام وضروري الأمر الآخر الهام نحن جميعا نستخدم الموبايل واللابتوب لكن هام جدا إفساح المجال للعين أن تستريح من التحديق على مدار ساعات مما يسبب جفاف العين وأحمرارها وحرق وإرهاق للعين حتى أن ذلك يسبب رؤية مشوشة وضبابية وبشكل لا شعوري فإن العين ترمش والأجفان تتحرك بطريقة عفوية ولا إرادية من أجل إفراز دهون ودموع لترطيب العين ومنع حدوث جفاف فيها مفيد جدا الإبتعاد عن هذه الأجهزة كل حوالي 45 دقيقة ولمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق مع إغماض العينين كي تستريح بعض الأشخاص عند جفاف العين وبدلا من ترطيبها يلجأون إلى فرق ودعك العين وبشكل مستمر ومبالغ فيه وهذا يزيد من المشكلة فيزداد الشعور بالحاجة للحكة وفي هذه الحالة ومع فرق العين ربما يحدث تلوث للعين ودخول بكترية أو فيروسات إليها لذلك مفيد إجراء كمادات ماء والماء ليس ساخن وليس مثلج ماء عادي فاتر بحرارة الجو هذه الكمادات تخفف جدا من الأعراض المزعجة للجفاف والحكة وأعراض الحساسية طبعا يتم وضع قطعة قماش قطنية مبللة بالماء يتم وضعها على العين لعدة دقائق ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم هذه الكمادات تساعد في إفراز الدهون من الغداد الدهنية فتخفف من الجفاف كما أن الكمادات توسع الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم وتخفف الجفاف وأعراض الحساسية المزعجة مفيد جدا أيضا استخدام النظارات الشمسية لحماية العين ليس من الشمس فقط إنما من الغبار والرياح والهواء لأن تعرض العين للهواء الخارجي والرياح سيزيد من مشكلة الجفاف والدمع مفيد جدا أيضا استخدام قطرة عينية تسمى قطرة دموع مرطبة أو دموع صناعية وهي تتكون من غليسيرين وهيبروميلوز وبولياثيلين غليكول هذه القطرة رائعة جدا ومريحة للعين ولا تسبب حرقة في العين أو إزعاج بل على العكس تماما تسبب شعور بالارتياح وتفيد في التخلص من الجفاف والحك والدمع طبعا هناك شركات عديدة وأسماء تجارية كثيرة لن أذكرها كي لا يكون ذلك ترويجا لها بإمكانكم اختيار الشركة الأفضل في بلادكم هذه القطرة العينية تستخدم بهذه الطريقة نقطة في كل عين وبعد دقيقتين أيضا نقطة في كل عين يكرر ذلك أربع مرات في اليوم أحيانا بعض الأشخاص وبسبب طبيعة عملهم وحياتهم عندما يستخدمون هذه القطرة يشعرون بالارتياح ثلاثة إلى أربع ساعات وبعدها يعود الشعور المزعج بجفاف العين لذلك بإمكانهم إعادة استخدام القطرة عندما يشعرون بضرور ذلك فليس لها أي آثار جانبية بعض الأشخاص عندما يستيقظون صباحا يعانون من إحمرار في العين وجفاف رغم أنهم استخدموا القطرة العينية التي ذكرتها والتزموا بالنصائح لذلك هؤلاء يمكنهم استخدام مرهم عيني أو جل عيني جل دموع مرطب هو نفس تركيبة القطرة لكن يقوم هذا الجل بطرطيب العين طيلة فترة النوم وهو مفيد ورائع جدا لجفاف العين وأعراض الحساسية وحتى أنه يمكن استخدامه خلال اليوم أكثر من مرة وليس له أي آثار جانبية هذا الجل العيني يسبب غباشة في العين لدقيقة واحدة أو دقيقتين وبعدها تعود الرؤية لحالتها الطبيعية في بعض الحالات تكون الحك في العين شديدة مع دمع وسيلان أنف وعطاس وفي هذه الحالة مفيد جدا تناول لوراتادين حب أو كلاريتين حب عيار 10 ميلي جرام حب يوميا بعد الطعام لمدة أسبوعين الأطعمة المفيدة لترطيب العين والتخلص من جفاف العين والحكة والحساسية الجزر، الكرافس، عصير الكرافس، السبانخ، التوت، الفجل، الكرامب، البصل الأحمر وجذر نبات القرس أو القراص وأتحدث عنه في فيديو خاص ومفيد جدا لترطيب العين هذه المشروبات الدافئة النعناع، البابونج، جينكو، بيلوبا وأهم الفيتامينات والمعادن المفيدة في هذه الحالة فيتاميندال ومعدن الزينك أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم وقصصكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة من يرغب بالتواصل معي يمكن التواصل فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى ذهبي أحمر فيه واتساب عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتبدين على دراستنا وبحثنا المستمر وتخصصنا في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الإسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة